المزيد عن الاقتصاد التشاركي مش هدينا نوقشه مع ضيفنا في الستوديو سيد محمد أنويلة محلل اقتصادي سيد محمد صباح خير وعلا بك لو نحاول أن نبسط مصطلح الاقتصاد التشاركي للمتابعين الاقتصاد التشاركي هو نوع جديد من نوع حديث جدا من الاقتصادات نشأ في الغرب في البداية وهو مبدأ بسيط جدا أنه الناس بدل ما تستثمر بدل ما يكون مستثمر واحد موجود سيكون المجتمع كله متشارك في هذا العمل زمان كان رجل واحد يقوم بالاستثمر ويأتي عائد لهذا الرجل الآن المجتمع أصبح كله يتشارك في التجارة على سبيل المثال أوبر مثلا من أشهر أمثلة في الاقتصاد التشاركي هو أوبر أوبر لديها البرنامج والتكنولوجيا والإدارة السيارات موجودة لدى العاملين موارئ اللي يسموها عوامل الانتاج التاكسي هو يسمى أداة انتاج فأدوات الانتاج متمثلة أو ممتلكة من قبل الناس فالناس يتشاركون مع أوبر لكي يقومون بعمل بيزنس أو يقومون بعمل تجارة طبعا نحن تكلمنا في حلقة سابقة عن البلوكتشين أنه لا يوجد مركزية في الأعمال يعني زمان كان يوجد مركزية فالحين لا يوجد مركزية أنت تأجر تاكسي مباشرة من السائق فأصبح الاقتصاد التشاركي المجتمع كامل يتشارك فيه يعني في المبادئ الاقتصادية يعني هو مزج ما بين الاشتراكية والرأسمالية بشكل حديث وغريب وفريد نوعا ما في هذه الحالة كيف يمكن لأي شخص أن يبدأ مشروعا من خلال تطبيقه لفكرة الاقتصاد التشاركي طبعا الاقتصاد التشاركي يعني الآن بدء المشاريع صار أسهل من ذي قبل يعني الآن المشاريع صار الآن أنه ما يميز الاقتصاد التشاركي هو شيء واحد يعني شوف الفكرة التشارك لعمال هذه موجودة من زمان يعني طرحها كثير من علماء الاقتصاد ولكن كانت صعبة التنفيذ لأنه ما كان عامل مهم جدا موجود في العالم التكنولوجيا التكنولوجيا هي اللي أدت إلى تسهيل عملية أو ننخلي الأفكار التشاركية قابلة للتنفيذ فإيش اللي صار لما دخلت التكنولوجيا سهلت على الناس تطبيق الأفكار التشاركية وسهلت عليهم أيضا عمل بيزنس يعني اليوم أنت بإمكانك تعمل أبليكيشن أو تشترك في الأبل ستور وغوغل ستور وتطبق الأبليكيشن وتعين ديفلوبرز أو أنت تقوب نفسك بتطوير الأبليكيشن أو أنت بإمكانك تعمل ويبسايت وتصل إلى العالم كله فأصبح تطبيق الأفكار التشاركية سهل جدا ممكن أنت على فكرة تشارك مش بس تاكسي أو بيوت فيه ناس بتشارك واي فاي الواي فاي تبع المنزل أنت بتشاركه مع أشخاص فيه ناس بتشارك خدمات يعني فيه أحد برامج التشاركيش مرابط تاسك يعني بيشارك مثلا أنت بتحتاج إلى سباكة أو تحتاج إلى واحد يشيل أغراضك في البيت وتفار فبتطرح الجاب وبيجوا ناس بطبقوا لك العمل ففكرة التشارك يعني واسعة جدا هي مش مسألة أنه يعني عملية أنه إحنا بنشاركه العالم بيتغير يعني هذه الفكرة بتغير العالم للاقتصاد التشاركي اللي طرحت من قبل علامة اقتصادين من منذ القدم ولم تكون قابلة للتنفيذ طيب في المشاريع التقليدية عند إنشاء أي مؤسسة أو شركة هناك كرس شروط يجب تطبيقها هناك قوانين يجب السير على المنوالها في هذه الوضعية التكنولوجيا هي نقول النواة الرئيسية في هذا المشروع هل هناك عرقين قانونية يمكن أن تحد من ربما تطورها أكثر طبعا أكبر عائق بحد من تطور الاقتصاد التشاركي هو القوانين الحالية الموجودة لأنه ليش لأنه في عندك قائمة كبيرة من الناس تشارك يعني عملت بيزنس تقليدي واشتركت مع الحكومة ودفعت رسوم الترخيص وفي ناس شغالين وأسر معالم من قبل هذه القطاع فأنت لما تأتي تعطيني القطاع اشتراكي مثلا على سبيل المثال القطاع التكسي اليوم زمان كانت شركات تكسي وأنا أستطيع أفرض عليها ضريبة وأراقبها وأعملها اليوم صارت تكسي وانتشر بين الناس هو أو ناس مش مسجلين وأنا كيف سأروح هناك حكومة تابعهم وحصل منهم على تاكس فهذه صارت قضية دخل للحكومة وضرر الناس اللي استثمرت أريد أو مثلا الفنادق يعني الفندق الآن بيستثمر مليار الآن أو اثنين مليار في أسيتس وتدريب موظفين وبعد فترة أنا أسيبه أخلي مثلا اير بي ام بي يبيع وبالتالي يتضرر هذا القطاع فبالتالي صار الأموال بدل ما تتكدس في مكان واحد المجتمع أخذها شي جميل لكن ممكن أن المجتمع يخذها عن طريق الأسف ممكن الناس تساهم في الفندق لكن بطريقة الاقتصاد التشاركي كل واحد أخذ الفلوس عنده وبعدين الحكومة مش هتمشي وراء مليون عطيني الدخل تبعك أو وريني حسير عملية صعبة عليهم لتحقيق الريع الضريب للحكومة وبالتالي سيتضرر القطاع الاقتصاد فلازم لابد من تنظيم للعملية ولو أنه صعب جدا وسوف يعني للأسف الاقتصاد التشاركي راح يغمر البلاد كلها ولن يستطيع أحد هذا فيضان قادم لمحالين هل سيؤثر على الفنادق القائمة الآن التكاسي التي توجد والتي تتبع شركات معينة وجود أوبر وجود كريم أيضا الناس الذين يقومون بتطبيق هذه الفكرة على منازلهم هل ستؤثر على الاقتصاد التقليدي طبعا ستؤثر تأثير كبير جدا يعني أنا أحكي لك على سبيل المثال لو في مدينة ستقيم حدث والمدينة مزدحمة دعونا نحكي الدوحة ستقيم 2022 على سبيل المثال الأبسط مثال عنهم الدوحة عشان تقيمة 2022 بدها تقريبا 150 أو 200 ألف واحدة سكنية بحاجة لمليارات لبناء الواحدة سكنية لو أنه لجنة العليا المنظمة للحدث قامت بعمل أنه تخلي الحيج على 2022 أو أي حدث رياض أنه يستضاف في منازل المواطنين المقيمين الراغبين في ذلك أو اللي عندهم شروط شوف كم أنت حتوفر من مبالغ وشوف كم هذا حيأثر على الفنادق الموجودة هذا مطبق في الدول اللي برأة الآن الفنادق Airbnb ثبت بالإحصائيات أكثر من 15-18 فلينة من حجوزات الفنادق ثرو Airbnb والنسبة في الزياد مطلد لأنه في برامج أيضا إضافية بمنافسة Airbnb ستأتي على المنطقة وعلى مناطق أخرى التكاسي طبعا كنا شوفنا المظاهرات ضد أوبار صحيح يكون غير مستعمل أن يدخله ربما في هذه الدورة الاقتصادية الخاصة بالاقتصاد التشاركي طبعا ما نحكي أنه بدل ما يذهب الأموال إلى شخص واحد أو مستثمر واحد يعني مثلا على سبيل قطار قبصت قطار هل تعلم أنه أبل Airbnb كان المتحكم في كل الفنادق في العالم أربعة وخمس شركات ماريوتو ريدز كالتون والشركات العالمية الخمسة البيج فايف في العالم اليوم مثلا شركة ماريوت قيمتها اليوم كوصول 20 إلى 25 مليار Airbnb تجاوزت 30 أو 35 مليار اليوم بتقييم بدون ملك شيء فأصبح توزيع الثروات بدل ما يتجه إلى المركز صار يتجه إلى العالم يعني بطريقة غريبة وطريقة فريدة تطبقت الاشتراكية والشيوعية اللي احنا كنا كيف ستطبق هذه الفكار يعني الشيوعين طبعا أنا مش نحنا من المؤيدين وموالوز لكن لما نجي نفكر في فكرهم أنهما كان فكرهم متقدم فعليا ولكن في زمانهم لم تكن هناك التكنولوجيا لتساعدهم على الموضوع فتطبقت حتى الآن تدخل على الإنترنت طن من المعلومات مجانا كل شيء يصبح مجاني بدون وهناك عوائد فصار تطبيق غريب لأفكار الشيوعية والاشتراكية بشكل فريد ونادر محمد النويلة محلل الاقتصادي شكرا جزيلا على توضيح فكرة الاقتصاد التشاركي شكرا شكرا جزيلا نكسي شكرا إذن مشاهدين وصلنا بكم إلى ختام ساعتنا الأولى من الجزيرة هذا صباح دقائق ونكون معكم في ساعتنا الثانية مع مجموعة أخرى من المواضيع بقمع انتظرونا اشتركوا في القناة